في إطار الحرص على تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عملت العديد من إدارات وزارة الداخلية على تقديم خدماتها إلكترونيا وهو أمر يسهم في تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب من منطلق الحرص على سلامة كافة المراجعين والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تقدم الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ممثلة بإدارة المعلومات الجنائية خدماتها عن طريق الحجز الإلكتروني المسبق من خلال تطبيق سكيبلينو في مركزي الخدمة التابعين للإدارة والكائنين في المجمع الأمني بالمحرق وفرع مدينة عيسى بمبنى الإدارة العامة للمرور الإدارة العامة المباحث والدلة الجنائية تقدم خدماتها للجمهور عبر إدارة المعلومات الجنائية بفرعينها الموجود في محافظة المحرق المجمع الأمني والفرع الآخر في محافظة الجنوبية إدارة العامة للمرور في إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك للمواطنين والمقيمين على أرض هذه المملكة عمل تدقيق جنائي أمني للأشخاص الرقبين حصول على وظائف حكومية كذلك إصدار شهادات الأضرار والتلفيات لتقديمها للجهات المختصة عمل موافقات الأمنية لأصحاب السجلات التجارية والتبصيم التغليدي للناس الراقبين في الحصول على كرت الباصمة واستناداً لتوجيهات سيدي صاحب المعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في وضع الإجراءات الاحترازية والتدابية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا اتبعنا بعض الإجراءات في مراكز الخدمة لتفاري إزدحام المراجعين وتنظيم عمليات قدومهم عبر تطبيق السكيب لاينو عملنا فحص مبدأي عند كل بوابات مراكز الخدمة حققنا مبدأ التباعد فيما بين المراجعين حال انتظارهم ومبدأ التباعد بين المراجع وموظف الخدمة وتتمثل هذه الخدمات بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك وشهادة التوظيف وشهادة الأضرار والتلفيات والموافقات لأصحاب السجلات التجارية تطبيق اللي نحن نزلنا على الموبايلات وهي تسهلت من العملية يعني حين فيه تنظيم يعني قابل كل واحد يروح على الوقت اللي ناسبه لا احنا حين فيه وقت معين وطبعا هذي التطبيق يعني خلل عملية التباعد الاجتماعي نظم التباعد الاجتماعي في ضوء المشكلة اللي عندنا مشكلة الكورونا وتهدف الإدارة من خلال استخدام هذا التطبيق لإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن ولتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الجميع اشتركوا في القناة